اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد طول غياب أكيد ترحيب موصول أيضا بالدكتور بدر الزاهر الأزرق الدكتور في قانون الأعمال والاقتصاد دكتور أهلنا مرحبا بك مرحبا لا يوجد طول غياب بالنسبة لك نعم إذن اليوم موضوع الساعة ربما وسنتطرق لمحاور عدة فيما يخص الاقتصاد الأزرق بما أن العالم يتجه لا على المستوى العسكري الكل يبحث عن أساطي البحرية تسيطر على بعض الممرات الاستراتيجية ولا حتى على مستوى الاقتصادي وقد نقول بأن الاقتصاد الأزرق قد ظهرت ملامحه مؤخرا فيما يخص نقول الأعمال العسكرية كما يسميها بوتين على أوكرانيا وسلاسل الإمداد التي انقطعت بسبب الموانئ التي أغلقت وأصبحت ثكانات عسكرية فأمور كثيرة جدا تدخل في هذا الإطار ولكن ما يهمنا هو وطننا الحبيب اليوم وأبدأ معك سي جدري البنك الدولي ما هي ربما لن أقول الضمانات ولكن الحوافز التي دفعته لكي يدخل غمار هذا المشروع المغربي الذي جاء بعد قيام المملكة ببناء بنى تحتية بعد استثمار أمثل للموارد البشرية وبعد انسجام أيضا مع النموذج التنموي أو المجلس الاقتصادي والبيئي التقارير التي كتبت وخطت وقدمت دراسات وفية حول ضرورة تنمية هذا القطاع لما فيه مصلحة النسيج الاقتصادي ككل في المملكة أنا أعتقد بأن المغرب يقطع خطوات جد هامة خلال 20 سنة الأخيرة هذه خطوات كانت تتمييز أساسا في مجموعة من البنية التحتية تتعلق بالطرق بالموانئ بالمطارات بمجموعة من الأمور لخلال 20 سنة الماضية حتى أن كان المغرب واحد ورش مفتوح منذ 1990 إلى اليوم بالإضافة إلى ذلك اليوم عندنا واحد مجموعة من المواد البشرية مجموعة من الكوادل البشرية لها مؤهلة بشأنها تمشي في اتجاهات أخرى هذا شيء من ناحية من ناحية أخرى اليوم النموذج التنموي الجديد يتكلم عن تنويع في الاقتصاد حتى أنها اقتصاد وطني بإضافة إلى أنها اقتصاد متسلم بالفلاحة وكذلك كل ما يتعلق بالاستناعة والخدمات ولكن لا بأس أن نمشي في اتجاهات أخرى فهذا الاتجاه هذا يمجي بحث أن اليوم من ناحية أقتصاد الأصلاق ومشي حديث اليوم حتى أن المغرب قام بواحد مجموعة من الدراسة الخيارة على التنوات الأخيرة وليقالت بأن المغرب يتوفر على واحد مجموعة من الإمكانيات واحد مجموعة من تراكمات التي تؤهلوه بشأن يكون عنده أقتصاد الأصلاق ليكون في مصاف الدول المتقدمة ما خاصة تنسو كذلك بأن المغرب يجي في واحد الموقع وهو موقع استراتيجي بقربه من أوروبا وكذلك انفتاحه على إفريقيا بالإضافة إلى المغرب يتوفر على الواجهاتين بحريتين توفر على الواجهة البحرية في البحرية المتوسط والواجهة البحرية المحيط أطلس وبالتالي فإن كل ما يتعلق بالاقتصاد الأزرق يعني يجب أن يمكن أن يديره ولكن هذا الشيء لا يمكن أن يجي في واحد درفية التي يعيش اليوم من درفية صعبة لخاصة واحد مجموعة من التمويلات في هذا العطار هذا يجيها التمويل البنك الدولي وهو 355 مليون دولار كإنتراقها هذا الاقتصاد هذا على أسألنا من بنيه الليبنات الأولى هذه الأقتصاد الأزرق على أسألنا من بعد الحكومة والمؤسسات الدولة وكذلك قطع البنكي يلعب الدور دياله باش أن نساعدهم المستثمرين في بشي في اتجاهها وهذا ما قاله البنك الدولي في بلاغه قال إطار مؤسسات تماما يعني لا مدة بالفعل من وضع إطار مؤسساتي لهذا الاقتصاد ولكن لكي لا يكون هناك ما هو الاقتصاد الأزرق هل الاقتصاد الأزرق بالفعل هو الاقتصاد المتعلق بالموارد الطبيعية ونتحدث على وجه الخصوص الموارد الطبيعية المتعلقة بالبحار والمحيطات وكل ما يرتبط بها من نسيج اقتصادي يتعلق بالسياحة يتعلق بربما الصيد البحري يتعلق بأمور لها علاقة بهذا الإطار بالنسبة للتاريفات هي صدرت عن جموعة من المؤسسات الدولية نجد هناك تاريفات صدر على الأمم المتحدة على البنك الدولي على الاتحاد الأوروبي كذلك على الاتحاد الأفريقي غير أنها كلها اجتمعت واتفقت على أن الاقتصاد الأزرق واقتصاد مرتبط بشكل نوطيق بالأنشطة البحرية الأنشطة اقتصادية البحرية غير أن الإضافة هنا إلى هذا البعد الاقتصادي هناك إضافة الاستدامة وتدبير الأمثل للموارد وأظن أن هذا القاسم المشترك هو الذي يجمع أيضا الاقتصاد الأزرق بالاقتصاد الأخضر بالاقتصاد التضامني بالاقتصاد التعاوني بالاقتصاد التشاركي إذن مسألة التدبير الأمثل مراعاة البيئة البعد المستدامة هو الذي يجمع كل هذه الاقتصادات في بوتقة واحدة بين قوسين في خطة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة يحثون على الاقتصاد الأزرق المرتبط بالتنمية المستدامة في خطة الاتحاد الأفريقي 2063 أيضا نفس الموضوع فهو يسير في ذات الإطار للحفاظ على الموارد الطبيعية ولكن في نفس الوقت لاستثمار أنجع وأمثل لها لأكونها خالقة لفرص الصور هذا أيضا هو يتقاطع أيضا مع الاستراتيجي الوطني للتنمية المستدامة التي اعتمد إلى سنة 2017 يتقاطع أيضا مع المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل الذي صدق على سنة 2017 يتقاطع كذلك مع توصيات نموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى الاعتماد بشكل تدريجي وتنوع الاقتصاد المغربي بالتوجه نحو اقتصادات ممتل الاقتصاد الأزرق في المغرب ونحن اليوم بلد يتوفر على 300-300-500 كم من السواحل يتوفر على أكثر من 34 ميناء تتركز نسبة كثير من 50% من الساكين المغربي إلى أن تتركزوا في مناطق الساحل يجب أن يكون الاقتصاد الأزرق هو عماد الاقتصاد المغربي لأن الموارد الآن في اليابسة هي اقتربت من النضوب يعني تم بخصص مثلا الصناعة الاستخراجية والمناجيم الآن كل ما هو موجود في المغرب تقريبا قد تم التنقيب عنه الفلاحة كذلك نحن الآن قد بلغنا المستوى أقصى من الاستغلال كل ما يمكن أن توفر على المجال الفلاحي ولكن المجال البحري لا يزل بكرا بالنسبة للمملكة المغربية تلفيلة حمزة يعني مخططة المغرب الأقدر في احتوى يعني سنصل إلى زيادة في مليون هكتار على ما أعتقد نعم هناك أرقام مباشرة ولكن هذا هو أقل مما قد يمنحه لنا الاقتصاد الأزرق نحن نتحدث على مليون ونصف هي منطقة التجارة الخالصة الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية يعني إمكانت هائلة تنقيب عن مصادر 50% من الناتج الوطني الخام في المملكة المغربية هو في المناطق الساحلي أكيد نسبة كبيرة نسبة كبيرة من الساكن المغربي الآن تتركز بين طنجة وبين الجديدة مناصب جديدة من شأنه إعطاء الدينامية جديدة للاقتصاد المغربي من شأنه الإسهام في مجموعة من التوجهات استراتيجية للمغرب في مقدمة مسألة الأمن الغدائي نعم اليوم نرى أن هناك مجموعة من التقلبات المرتبطة بسياق الدولي المضرب بسياق جائحة كورونا وهو الأمر الذي يدفعوني إلى التفكير عن ما هي البدائي لتحقيق أمن غدائي سيادة الغدائية وتحدثنا عن ذلك مرارا وتكرارا وسنعود لها بالتأكيد ولكن قبل ذلك قمت بتعريف للاقتصاد الأزرق وأيضا بتموقعه داخل النسج الاقتصادي المغربي بالأرقام ولكن سيجدري قبل ذلك نقول تنمية الاقتصاد الأزرق بالاعتماد على الموارد الطبيعية وفقا لتنمية المستدامة تقيها شر التغيرات المناخية وتقلبات الطبيعة ما هي المشاريع التي يمكن أن يتم إقامتها في هذا النوع الاقتصادي أنا أعتقد بأن اللي خلصتنا نعرفه وهو الأساسي هو أننا خلصتنا نستغل هذه التراوات هذه اللي عندنا تراوات بحرية ولكن دون يعني من قصص في الاستدامة ديالها حتى أننا خلصتنا نشوف التجاه مثلا كل ما يتعلق بالأحياء البحرية كل ما يتعلق بالأسماك كل ما يتعلق بهذه الأموات البحر الأمور يجب أن نستهلكها في الاستلاك لأنها ممكن أنها تنجل لجنة واحدة مجموعة من تراوات ولكن دون المساس باستدامتها ودون المساس يعني بديموماتي على المستوى أو متوسط المستوى البعيد أعتقد بأن فالتجاه هذا اليوم المغري بعدما قام جموعة من الدراسات كي يجيها تتمويل هذا بشأننا نقص اليوم لمرحلة جديدة في الاقتصاد الأزرق بشتكون عندنا مجموعة من الأمور عندنا مثلا مجموعة من المؤهلات ومن الإمكانية التي يمكن استغلها لليوم للأسف تستغل بطريقة غير احترافية عندنا مجموعة من الناس التي يعمل فقط غير مهي كلما تعلق بالأمور الأحياء البحرية كلما تعلق بالتضافيات بفواكي البحر مجموعة من الأمور التي يعمل في هذه النس ولكن بطرق التي تجعلها تقيس في الديمومة هذه الأمور تكون أمور مؤسسة تكون أمور مهيكلة نعطيهم إمكانيات مادية لأنهم يأسوا مقاونات صغيرة أو تعاونيات أو جمعيات على المستوى السواحي ولكن الأهم من هذا الشيء هو أن يكون لدينا واحد المواكبة وتكون لدينا واحد تأثير لهم لماذا؟ لأن هذه الناس يقصوا في الطبيعة ولكن يقصوا فيها دون تأثير على استداماتها والإماماتها لأن ما هو المهم؟ المهم هو أن هذا الاقتصاد الأصداق لدينا هو اللي يساهم في الإنتاج في النتج الداخلي الخام يساهم في الأمل الغدائي للمغرب والمغاربة ولكن اللي هو أساسي ومهم جداً هو أن غداي ولي مدر للعملة الصعبة لأن مثلاً يمكن أن نشوفه مثلاً المقاة مثلاً مع دول الجوار أو مثلاً مع الدول الأسيوية كالقوة أن الدول هذه عندها واحد مجموعة من مؤيت وكتستغلها لكي تجلب واحد مجموعة من العمل الصعبة اليوم في المغرب للأسف نحن مازال في محاملات تأسيسية وكذا لا يمنع نفس التنوات القائلة المقبلة هذه الأمور تساهم في الأمل الغدائي للمغاربة تساهم في خلق تروى وتساهم في خلق فهوالشغل ولكن اللي هو أساسي وأن غدا بالغدا تكون مدرة للعملة الصعبة اللي يمكن جينا عن طريق تصدير لأحياء البحرية هذا كل ما يتعلق بالصدافية وكل ما يتعلق بفوقات ممكن تشيء إلى خارج المملكة جميل تحدث سجدري إذن عن الأحياء البحرية عن الأعشاب البحرية أيضا ولكن هناك أيضا الطاقة الطاقة أمرها مهم جدا ونحن نعلم بأن المملكة المغربية استثمرت كثيرا في الطاقات المتجددة والطاقات البديلة ونعلم أن هناك توجه عالمي من المؤسسات العالمية المالية التي تقوم بدعم مثل هذه المشاريع المتعلقة بمشاريع صديقة للبيئة أين يمكن أن نصل في مجال الطاقة البحرية؟ وفي ذات الوقت حتى داخل البحر إن كانت هناك ثروات لها علاقة بالأحياء البحرية والأعشاء البحرية الأسماك وغيرها ولكن هناك ثروات طاقية من الغاز وعلى سبيل المثال في العرائش هناك اكتشاف لحقول للغاز وبتالي قد يدعم هذا المجال الطاقي طاعة اقتصادية أخرى لها علاقة بالاقتصاد الأزرق أكيد وأظن هذا الشيء الذي دفع المملكة المغربية في وقت سابق إلى السعي الحثيث من أجل ترسيم الحدود البحرية للمملكة المغربية خاصة مع إسبانيا والبرتغال إذن في هذا التوجه الآن هناك تنقيبات تفيد بأن هناك توقعات واعدة بأن السواحل المغربية تتوفر والاحتياطية كبيرة من الغاز والنفط هذا في جانب الطاقة الأحفورية ولكن في جانب الطاقات البديلة التي لم تستغل بالشكل الأمثل إلى حدود اليوم هناك تروات كبيرة يمكن استغلالها الطاقة عبر المد والجزر الطاقة عبر المزاريع الريحية البحرية الطاقة عبر الأمواج البحرية يعني هذه مشاريع أظن بأن حتى البنك الدولي أو المغرب اليوم هم وعون بقيمتها بالنسبة للمملكة المغربية التي لا زالت لا تؤمن بعض نسب من استغلاقها الطاقي وهذا قد يسهم إنشاء هذا النوع من المشاريع قد يسهم في تعزيز الأمن الطاقي والسيدة الطاقي للمملكة المغربية بالرغم من أن الاكتشافات الآن الغاز والبترول أو التنقيبات الجارية هي واعدة ولكن نحن نعلم بأنه في غضون 30 سنة المقبلة لن يكون حضور الطاقة الأحفورية بتلك القوة في منظمة الطاقة العالمية نمر إلى شيء آخر بخصوص هذا الأمر الاقتصاد الأزرق هي السياحة 975 كم من الشواطئ المغربية أكيد قبل السياحة أريد أن أبقى في إطار الطاقة اليوم هذه البحار وعمليات التنقيب حين تقوم شركات بريطانية عملاقة نعلم بأن بعض الصفن الخاصة بالتنقيب والدراسات تخرج بملايين الدولارات لا أريد أن أعطي المبلغ بشكل تفصيلي ولكن ملايين الدولارات وتخرج بناء على دراسات أولية ومن ثم أبحاث ومن ثم تقدم للدولة المحتضنة الجدوى الاقتصادية هذا ما وقع في مجموعة من حقول الغاز داخل المملكة المغربية اليوم نعلم بأن وعلى سبيل المثال الحصر والمشاهد يعشق الإسقاطات والأمثلة الحية دبي أصدقائي أبو ظبي دوحة هذه الكويت العاصمة مصقب هذه المدن الخليجية والمدن الاقتصادية التي قام اقتصادها على موانئ مثلا ومناطق تجارة حرة ببعلي وغيره من الأمثلة الحية وفي نفس الوقت الطاقة كانت سببا في إنعاش قطاعات اقتصادية أخرى هل يمكن أن نصل إلى تلك المرحلة؟ أكيد أنت تحددت عن نقطة رئيسية في الاستراتيجية البحرية والمينائية في المغرب اللوجيستيكية مسألة الموانئ المغرب أظن منذ سنة 2001 كان وعيا بمدى أهمية موقعي الجيوستراتيجي القريب من مختلف الأسواق الكبرى في العالم السوق الأوروبية والسوق الأفريقية الواعدة وكذلك قربه من السوق الأمريكية لأن هناك حواجز قارية تصيرنا عن أمريكا وأمريكا اللاتينية إذن فانطلق في سياسة مينائية من أجل إعادة تمينة موانئة وخلق موانئ جديدة فمثلا فأنشأ ميناء طنجة المتوسط قطب كبير اليوم هو بين أكبر 25 ميناء في العالم وأظن هو قاطرة الاقتصاد المغربي اليوم فلولا طنجة المتوسط والمناطق الصناعية الحرة الملحقة به لما كانت هناك ريادة للمغرب في مجال صناعة السيارات ولا كانت ريادة للمغرب في مجال النقل والحاويات واللوجيستيك لما استقطب أصلا هذه الشركات الدولية في صناعة السيارات إذن استراتيجية المينائية أظن هي لب وصلب الاقتصاد الأزرق في المغرب وهذا هو التوجه الذي اعتمده المغرب بعد أن جعل الموانئ المغربية حجر الزاوية الاقتصاد المغربي واقتصاد الأزرق في المغرب لأن هناك ميناء ضخم آخر موجه من نظر الشرك المتوسط وأظن أن هناك قرد كذلك من قيمة 75 مليون دولار وجهة لمناطق نظر غرب المتوسط من أجل الاستمرار وتتمة هذا المشروع الذي سوف يكون منصة للمحروقات والتخزين للمحروقات قد ترفع من القدرة التخزينية للمغرب إلى حدود 6 أشهر كذلك هناك قطب آخر في طور الإنشاء هو الداخل الأطلانسيك وسوف يوجه إلى السوق الإفريقية هناك ميناء آخر سوف يكون في إعادة هلو ميناء القنيطة حتى يكون مكملة لميناء طنجر المتوسط هناك إعادة هيكلة منظومة مينائية بالمغرب ككل أتمنى بجانب هذا الاهتمام بالموانئ أن يكون اهتمامون أيضا بالنقل البحري للأسف سجلنا تراجع على مستوى النقل البحري فبعد أن كنا نمتلك عددا كبيرا من ناقلات في سنة والتسبعينة والتامينات اليوم هذه النقلات المغربة التي تتجاوز 14 ناقلات هذا الذي يعكف عليه القائمون على مشروع ميناء الداخل الأطلسي هناك ميناء اقتصادي والترفيه ولكن هناك أيضا ميناء لصناعة الصفر فهذا يمنحك ريادة أي أن كانت هذه السفن تجارية أم سياحية أم خاصة بالمسافرين والنقل البحري فهذه نقلة نوعية المغرب يعني لا يعمل عبثا وحين تضع استثمارات تفوق المليار الدولار في مثل هذا المشروع فأنت تعلم بأن هناك جدوى اقتصادية له نبقى في ذات الإطار الموانئ حين تقضي لن أقول تقضي ولكن حين تقوم بمنافسة موانئ تقليدية في أوروبا الغربية على إغرار ميناء مرسيليا وغيرها وتكون الأول على المستوى الأفريقي وتعلم أن هناك سبقت كجنوب أفريقيا بميناء كيبتاون وموانئ أخرى في دول أفريقية وتصل إلى مرحلة ليس فقط البناء والتشييد ولكن التوسعة يعني الأرصف التي تزاد اليوم ويتم زيادتها في ميناء طنجة المتوسط لم تأتي هكذا جاءت لأن هناك طلب لأن المغرب أصبح محطة رئيسية فيما يخص التجارة العالمية البحرية تقوم السفن التجارية بإفراغ حمولتها بتغيير حمولتها بالتبادل إلى غير ذلك وبالتخزين في كثير من الأحيان هذا يدفعك إلى دخول عالم فيه منفعة وفيه فرص عمل وفيه عملة صعبة كما تفضلت قبل قليل أين يمكن أن نصل بهذه الأقطاب المينائية لكي تكون دعامة أساسية بالفعل وحقيقية للاقتصاد الأزرق أكيد اللي هو وجد من في المغرب هو أنه أساسي ومهم جدا هو أنه كان واحد الرؤية بحيث أن هذه الرؤية هذه بأنه كما قلت قبلها مش عبة أنه شركة الرائدة في صناعة السيارات كتجي للمغرب حيث أنك وفرت لها واحد مجموعة من الأمور وفرت لها وفرت لها كل ما يتعلق بالمنية التحتية وفرت لها تأهيل واحد الكوادير البشرية وفرت لها واحد المحطات اللي هي خالية من الرسوم واحد مجموعة من الأمور فالتجاه هذا أكثر من ذلك اليوم المغرب يعني كيمشي في اتجاه أنه توجه نحو إفريقيا وبالتالي ما قلت بأنه سوف توجه نحو إفريقيا بميناء متوسطي قال بأنه توجه نحو إفريقيا خاصة بالموازنة معاه كون عندي واحد الميناء اللي هو أطلسي اللي هو في قربه من إفريقيا أنا أعتقد بأن هذا الميناء دي الباخلة سينافس لا لا محال علق من الموائد التنيري في ديلاس بالماس سوف يدخل معك في المنافسة ليس هنا منافسة شريسة وغيرتكون بأقل تكلفة لأن المغرب من كالقارنة مع الدول الأوروبية تكلفة هي أقل من دون أدنى شكل والمغرب يبحث عن دور تكامل فيما يخص الاستثمار والاقتصاد المهلي مع إسبانيا والدليل أن هناك أصوات تعلو اليوم لدعوات لإسبانيا للاستثمار في الأقالم الجنوبية فلا يضيرنا أن يكون هناك شعاون على الحدود المشتركة من طنجة وصولا إلى ميناء طريفة والخزيرات أو حتى في حدودنا البحرية الأخرى فالمملكة منفتحة على هذا الشريك المتقدم هناك والشريك الأول بالنسبة للمستثمر الأول إسبانيا والشريك الثالث بالنسبة للمغرب خارج الاتحاد الأوروبية فهذه علاقة متكاملية لا أعتقد أن فيها تناثر بقدر ما فيها مصلحة مشتركة لا أتحدث عن ما قلت لأن هناك أصوات تقول بأن ميناء طنجة يقضي على موانئ إسبانيا ميناء نادور سيقضي على اقتصاد ستة ومليل لا هذه الضموحات مشروعة وربما زيارة سانشيس التاريخية فهمت من خلال إسبانيا أن هذه مملكة تنمو وتتحرك ولا يمكن لأحد إيقاف ذلك أكثر من أن منطقة الصناعية أو المستفيدين منها ومالك غوصيس ينسبتها حيث أن الناس ينسبتها يستفيدون من تريب المعيشية المغرب كان في قطة تكاملي هذو كل الناس هم اللولين لهم إسبانا هم اللولين يستفيدون من منطقة الصناعية للمنطقة الصناعية لأننا نكملوا فالتلتيجة تكون على قدر رابحة بحماية الناس أنا أعتقد بأن هذه السياسة للموانئ هذه السياسة للمبنية التحتية كل ما يتعلق بالمناخ الأعمال هي أمور مهمة جدا ولكن اليوم حانا الوقت أن نمشي في واحد سرعة وهي سرعة وهي أكثر إضافة أعتقد بأن الأمور اليوم أننا خصنا كل ما يتعلق بالتكوين للناس اليوم حانا الوقت أننا كنا لدينا وحد ناس لمؤهلين كل ما يتعلق بالطاقة كل ما يتعلق بالأحياء البعالية كل ما يتعلقوا بأدل الأمور هذه باش الناس يغدام أن يمشوا في أتجاه هذه السيطمار يمشوا عن علم ويمشوا عن وعي وميمشوا شيخ لأن جاروا أو صاحبوا هذا الأمور هذه كذلك اليوم هو أمر أساسي وتكلم علينا موضة التنمو الجديدة هو أنه كل ما يتعلقه باقتصاد غير المهيكل اليوم حال الوقت انه اليوم انساف دماغة الفرصة هالي قطاع المهيكل نحاول انه نجيبهم الى القطاع المهيكل عن طريق يعني واحد تحفيز واحد امر ولكن اللي هو اساسي في المغرب اليوم ودائما نتكلمو عن الستمار هو ان اليوم كدلك قطاع البنكيب ضروري ان نقصد لعب دور ديالو واللعب دور ديالو كاملا باش مشي فتجاه لانا اقتصاد ازلق هو قطاع المغرب عنده واحد يعني واحد البوتانسيال كبير انه ممكن نحق فيه مجموعة من الامر اليوم بعد الدراسات اللي قمنا بيها خلال سنة وتسعين أو الألفينات بعد البنيات تحتية والمواد بشرية حان الوقت اليوم اننا نشوفوا اتجاه وانت وحد صورة عليها اضافية بتحقق مكاسب كبرى بسبب المكاديان نعم وهناك يعني الموانئ في دول العالم المتطورة والنامية وغير ذلك او دول العالم الاول تعتبر يعني من امور سيادة سيادية ولا يمكن ان يتم تأميمها او دخول دولة مثلا اجنبية لتسيرها الى غير ذال اليوم المملكة المغربية باستثمارات عمومية تتعلق بهذا الاطار تنهج نهجا سليما صحيحا بان تحافظ على فقرة هامة من العمود الفقري للاقتصاد الوطني يعني الدولة الحاضنة لمثل هذه الاستثمارات والتمويل العمومي لها يعني افضل من ان يكون هناك اشراك لشريك اجنبي قد يعني يتحكم في شق اقتصادي لا اريد ان اعطي امثلة بخصوص الموانئ اريد توضيح النقطة كانت هناك تجربة المينائية المغربية الى حدود سنة 1984 كانت الدولة يتدمسلك كل الموالي وتسيرها عبر بنيات ادارية مخصصة لتدبير الموانئ بعد ذلك اتت الازمة الاقتصادية سنة 1984 وكانت من بين توصيات البرنامج التقويم الهيكالي ان يتم تحرق قطاع الموانئ فتم تحريره جزئيا عن طريق خلق المكتب الوطني للموانئ الاستغلال الموانئ غير ان التجربة ايضا اتبتت بان التدخل المباشر للدولة في التدبير ليس في الاستثمار في الاستغلال في الاستغلال الموانئ لان الاستغلال والده بوعد وشق تجاري ايضا لم يكن مجديا وبالابتداء من سنة 2001 كانت تفكير في خلق نموذج جديد فتم الاحتفاظ بالنموذج القديم وتم خلق ميناء جديد هو ميناء تقريبا يسير عن طريق وكالة هي وكالة تنجر المتوسط فلسفة هذا الميناء هي تقترب من فلسفة استغلال القطع الخاص حيث بان الدولة تنشئ هذه الارصفة المينائية الضخمة تقريبا كلفة ميناء تنجر المتوسط لحدود اليوم تقريبا بين 7 الى 8 مليار دولار انشأتها عن طريق قروض من دولة الامارات من الالتحاد الاوروبي من صندوق التنمية العربي انشأت هذا الميناء ولكن هي تؤجر هذه الارصفة لخواص لابايم ترمينال لوروغيت مجموعة المرسا ماروك مجموعة من الشركات العالمية الرائدة لان اول شيء ضمننا انها سوف تأتيها الشركات العالمية وسوف تأتي معلي ان احنا نتحدث عن لابايم ترمينال هي فرع لشركة ميرسك الرائدة في النقل البحري الرائد الاول الرائد الاول وبالتالي اذا استقطبنا لابايم ترمينال الى طنجر فانا نستقطب ايضا كل المتعاملين معها كذلك لوروغيت هي من اكبر ناقلين البحريين في العالم كذلك لديها ميناء الرصيف خاص بها وكذلك انشأت شركة خاصة مملوكة 100% الدولة هي شركة مرسا المغرب أو مرسا ماروك طبعا تفويت مجموعة تقريبا 40% مرسمية لها سنة 2017-2018 ولكن لا تدد اغلبية اثمية مملوكة للدولة اذا هذه الفلسفة الجديدة في التدبير والاستغلال هي سر نجاح هذا المركب المينائي سنة 2006 كان اظن 2006 قبل ذلك تحدث وزير النقل الاندق غلب فقال ان نموذج طنجر المتوسط هو الذي نسعى الى تعميمه على بقية الموانئ المغربية فانشئ نظر اغرب المتوسط والذي هو تنشئ اليوم هي الوكالة أظن ان دخل الاطلسي سيكون كذلك وبقية الموانئ التقليدية تقريبا عدد 54 منها هي تحت وسيط الوكالة الوطنية الموانئ والتي عوضت البنية ونفس الفلسفة تقريبة بالنسبة للوكالة الوطنية الموانئ هي فلسفة الطنجر المتوسط حيث ان الدولة سوف تكتفي بالمراقبة والمواكبة والتدبير وتنظيم العلاقة بين مختلف الفاعلين المينائيين في حين انه سيتم كراء الأرصيدة عبر عقود امتياز تمتده الى 30 سنة تقريبا اذا هذا هو الامر الذي حدث اليوم هذه الفلسفة الجديدة للتدبير اعطاها اكلها وبوأت قطاع الموانئ في المغرب قطاع الصدارة قطاع رائد واتمنى اليوم ان نمر الى الصرعة التانية الى تصنيع السفن الى الاستفادة الامتن من 3500 كيلومتر تحددنا الان على الهاجس الامن الغذائي وانا اتحدث عن هاجس اخر اليوم هو هاجس الامن المائي فلا مفر لنا اليوم الا ان نتوجه الى البحر وهذا ما يقدم للسؤال معك استي جدري انه كما تفضل ان كنا نبحث عن امن غذائي في وقت لابد من المراجعات ان تتعلق بالسياسة المائية في المملكة المغربية وهناك جهات وهيكل تنظيمية تعكف على ذلك ولكن ايضا بادر المغرب لخلق محطات لتحلية مياه البحر واليوم هي خطوة الى الامام يخدم ذلك اقتصاد الازرق وفي ذات الاطار قد يشجع هذا القرد على مجموعة من الاستثمارات لانشاء محطات لتحلية المياه لكي يكون المورد الطبيعي البحري في خدمة اليابسة التي اصبحت منهكة بسبب التغيرات المناخية وطالها التصحر وطالها بعض الظواهر التي يعني هي شر لا بد منه في كوكب الارض وندعم امننا الغذائي عبر هذه المياه التي يعني مكلفة نعم ولكنها ستوفر فرص عمل وستساعد القطاع الفلاح الذي هو الآخر يوازي قطاعات اخرى داخلها في اطار الاقتصاد الازرق فيما يتعلق بالناتج الوطني وما يتعلق بخلق فرص الشغل وايضا عدد الساكن الناشيطة التي تعمل فيه من دون ادنى شكل اليوم العالمي كعرف واحد تحولات جيوستراتيجية مهمة جدا اليوم الكل كنا نفتخر بهذا العلماء ونفتخر بعد ان انا واحد الاثلاء كان سنعوها في سبعة وثمائة دول وكان نفتخر بعد الامر اليوم خالته من العثل الفقر اليوم الكله يتكلم عن السيادة الوطنية الكله يتكلم عن الأمن الغدائي الكله يتكلم عن الأمن الطبي من نجيو للمغرب كلما يتعلق بالأمن الغدائي يتعلق لنا واحد مشكله كبير حتى أن اليوم المغرب أصبح واحد البلد الذي يعيش واحد الجفاف اللي هو جفاف اللي هو هيكل حتى أنك نعيش واحد سنة أو سنتين اللي هي ماية متوسطة أو جيد فلاحين ولكنك يعيش واحد أربع أو خمس سنوات اللي هي متسبة بالجفاف واليوم ما حدنا الخطاع الفلاحي هو يساهم نسبة كبيرة في النتج داخل للخام يوفر واحد مجموعة من فوال الشغل اللي هي دائمة ولهي كذلك مؤقتة ولكن ارتباط واتيق بالتقلبات المناخية حتى أن نقول الحمد لله ونفرحوه ونقول بأن هذا أموغة تشي عندنا مثلا المتربة سيئة نرى السنة الماضية مع هذه السنة السنة الماضية كانت من سن فلاحي جيد حققنا أكثر من مئة مليون قنطار من الحبوب حققنا واحد نتج داخلي اللي هو خم جدا حققنا أكثر من ستة أو سبعة في المئة من النمو اليوم عدنا نسبة الجفاف لن نتجي نجوز واحد ثلاثين أو ثلاثين مليون قنطار خصاص بتسعة وستين في المئة مقارنة مع السنة الماضية يعني 1-2-3 مليون قنطار على أقصى تقدير هذا سيؤثر لا محالة عن فواز الشغل سيؤثر لا محالة على القطيع على مجموعة من الأمر وبالتالي اليوم هذه الفرصة تقتصر الأصدق ممكن تستغلوها أن نمشي ولمغرب صحيح أن نمشاق كان رائد في كل ما تعلقه بتحليهات مياه البحر أنا أعتقد جايزي من وقتها مرارة وتكرار بأن الحل في المغرب اليوم هو تحليهات مياه البحر لماذا؟ لأننا عدنا واجهتين بحريتين بمتوسطوا عدنا محاقة لصيب خاصة نستغلوهم عدنا تجارب رائدة عدنا بوشدور عدنا فترفايا عدنا مؤخرا في أقاديب عدنا المحطة تحت الحمد للسوس مسا هي اللي عتقات المأساة لحل الشرب كل ما تعلقه بالمتاقة للسوس وكذلك كل ما تعلقه بالفلاحة هذه الأمور هذه عدنا محطة أخرى مكان صبوية يعني قريبا في أسفي في الدار بيضاء وكذلك في شمال المملكة أعتقد بأن هذه الأمور هذه ستجعلنا في أحد الأريحية في أحد الاستقلالية وتقدر تساعدك أنك لا تكون زراعاتك موسمية زراعة خريفية زراعة عربي يعني الموسم الفلاحي سيكون مستقر ومستدام وفي نفس الوقت قد تدخل في إطار زراعات أخرى وفقا لمستجدات لها علاقة بالأسمدة لها علاقة بتخصيب التربة لها علاقة بنوعية المزروعات التي عليها طلب أكبر يعني صح مثلا هناك من ينفر من زراعة لفوك على سبيل المثال للحصد ولكن ثمنها في السوق ثابت والطلب عليها على مستوى دولي عالي صحيح من أجل المجيون المغرب جاء وهناك تصريحات كانت من مستثمرين عمالقة في هذا المجال فقلت يعني ممكن أن تساعد حتى المخطط المغرب الأخضر أو الجيل الأخضر على أن يكون بوتيرة أكبر وعدم اعتماد على هذه النظرة التساقطات من دون أدنى شك أنا أعتقد بأن لحلنا المشكلة للتساقطات وحلنا المشكلة تحية الماء البحر عن طريق هذه التمويلة لغة جامعة الأصدق أن نمشيون حولها إلى تحية المحر أنا أعتقد بأن ممكن حق واحد نسم نموذة سبعة أو تمائة في المائة يعني بطريقة اللي يزال لماذا لأن هذه الخطاعة الفلاحة اللي يجعله ممكن أنه الضوبل أو ممكن أن نمشي في ثلاثة يعني في سنوات قاية المقبلة اليوم تخيل معي أننا غير بتساقطة المطارية وبوحد شوية ديل الساقية وبوحد شوية ديل الرأي اللي هو يعني عن طريق الكهرباء وعن طريق القازوال ممشينا أكثر من المئات مليون قنطهر غدا إذا أعتقدنا واحد تراوات اللي هي مائية اللي هي حقيقية كعرفوا مثلا بأن مثلا في سوس مساء مثلا أو مثلا في جنوب غادي نوفروا مثلا مئة مليون متر مكعب مئة المئة اللي هي غدا تمشي للسقم الشرائي يعني عارفين إذا تكتف اللاحة غا يعرف بأن ممكن نسقي مثلا في الخريف في الربيع في الصيف يعني ممكن تقول ممكن نمشي إلى واحد مئتين مليون قنطار من الحبوب ومتين مليون قنطار مجموعة من الأمور يعني بطريقة اللي هي سهلة أنا أعتقد بأن الأمور هذه الأمور قد قبل سينا الدراسات سينا مرحلات تأسيس اليوم سينا مرحلات أخرى لفياة نوع الاقتصاد المغربي اليوم يتخلقنا فيها الشغل خصوصا خصوصا بعد الأزمة هذه لعيشنا خيال السنوات الماضيات اللي قلتنا تقريبا تقريبا فقدنا واحد مليون منصف شغل نحن في حاجة ماسة لنعود الحياة اقتصاد وطني جميل وهذا ما قاله في تقرير البنك الدولي بأنه سينعكس بالإيجاب على نسب النمو التي قد يحققها الاقتصاد المغربي والتجارب المماثلة اليوم في مجموعة من دول العالم الاقتصاد الأزرق أصبح دول أسيوية كميتان أساسا متينا في خطط الإنعاش الاقتصادي التي تعكف عليها مجموعة من القوى الاقتصادية النامية أو حتى مجموعة من التنينات الأسيوية لا يستقيم الحديث عن الاقتصاد الأزرق دون أن نعرج على مجال كنت تريد أن تأخذ فيه حق الصبق ها نحن عدنا إليك هذا المجال هو السياح نعم اليوم شريط ساحل مبهر وبكل صراحة إن كنا نتحدث على أننا اليوم بطريقة أو بأخرى ننهيك إسبانيا في سياسة الموانئ ونؤثر على مجموعة من المناطق وهذا تنافس حر باقتصاد حر أيضا لا بد أن نستفيد من التجربة الإسبانية وإلا ما الذي يدفع يعني عشرات الآلاف لا مليئات الآلاف المغاربة 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 نعم وأكثر من خمسين إلى ستين مليون سائح أن يذهبوا إلى الجنوب الإسباني الجميل ويستفيدوا من تلك المرافق السياحية التي تأتي على شريط ساحلي ما يتوفر وفيه يتوفر في شريطنا هنا في المملكة نفس الإشي ماذا ينقص هنا ونفس الثقافة حتى يعني في المطبخ في المطبخ وفي تعامل حتى مع الكائنات البحرية وإلى غير ذلك فاليوم ماذا ينقصنا بكل صراحة لا زلنا نسمع عن توقيف مشروع هناك الذي مارس بناء عشوائيا على سواحل المملكة المغربية ولا زلنا نسمع بأن هذه الشركة تدخل من هنا وتلك تأتي من هناك واستثمارات أجنبية هي الأخرى تتجه هذا القطاع الذي هو فيه جدوى اقتصادية وربح سريع سريعا فمتى نشاهد الدولة بالفعل تقر مخطط خاص بهذا القطاع بالاستثمار على شواطئ المملكة لكي تكون قطبا سياحيا هاما وتنعش حتى سوق العقار لأن هذه العقارات مطلوبة بشكل أساسي لكل الناس أظن الذي ينقصنا اليوم هو رؤية واضحة أهداف محددة مؤشرات للتسبوع وإرادة حقيقية لتنزيل هذا الأمر سأعود إلى مقولة أدبية كان سبقا قالها أستاذنا عبدالله العروي هنا تحدث عن المغرب فقال المغرب جزيرة ويجب على سكانها أن يفكروا بمنطق الجزيرة وأظن أن السياسات العمومية يجب أن تصاغ وفق منطق الجزيرة يعني التوجه أكثر فأكثر نحو البحر فإن كان هذا البحر اليوم يعد الآن أو يتضمن أو سوف يأتي بحلول لمسألة الغداء سوف يأتي بحلول لمسألة الطاقة سوف يأتي بحلول إلى مسألة المياه والجفاف والأشياء إذن الآن لا بدل لنا إلا أن نتوجه وأن نكف عن هذا الإعراض التاريخي عن البحر لأنه للأسف تاريخيا المغاربة والمغرب أعرضوا بشكل كبير عن شأن البحر باستثناء بعض الفترات التاريخية المعينة فكنا نعرض عن شأن البحر وأظن أن حتى هذه التقافة بقيت مستمرة لسواء لدى عدد من المسؤولين أو لدى عموم الشعب ولكن بعد الحماية وإلى حدود اليوم حدث هناك تغير المجتمعي فرضه إنشاء مجموعة من الأقطاب الاقتصادية على الساحل المغرب في مقدمة الدار البيضاء وميناء الدار البيضاء الذي استحدث سنة 1908 كانت هناك في الساحل المغربي الأطلسي والمتوسطي قورا صغيرة وليست حتى مدن كبيرة لأن كان التقل الاقتصادي في المغرب يتوجد نحو الداخل نحو مدن كمراكشة ومكناسة وفاس اليوم نعيش فترة نبعات جديدة وانطلاق جديد نحو الساحل المغربي إذن يجب احتاج السياسات العمومية أن نستحضر هذا البعد وأن تواكبه أيضا بسياسية تعكس وعيها بمدى أهمية البحر في مضاعفة نسب النمو مدى أهمية البحر في إيجاد حلول المشاكل الاقتصادية التي يتقبط فيها المغرب اليوم لدينا حلول السياحة لدينا 3500 كيلومتر من غير المفهوم كيف أن دولك إسبانيا تشاركوا معنا في نفس القواصم المناخية والحضارية والثقافية أيضا ولكن نحن نمتلك أكثر منها مساحة سواح الإسبانيا محدودة ما تمتلكه إسبانيا من إرتين ثقافيه محدود فالجزء منه بناه المغاربة هناك في إسبانيا لماذا لا نستغل هذه الأمور أظن التبكي على ما حدث ما الذي يعيق اليوم الذي كما قلت تحديد رؤية وضع أهداف وضع مؤشرات وأن تكون هناك إرادة والإنطلاق هذه المصادر التمويل الآن نبحث عنها لدى البنك الدولي تعزيز جاذبية الاستثمار فتح المجال الاستثمار في السواحيات المغربية ولكن يكون ذلك وفق رؤية معقلنة ومستدامة كفة عن هذا الاستثمار بشكل عشوائي إذن هنا أظن حتى البنك الدولي هنا قبيلة بتقديمي 350 مليون دولار ووضع عام جمع عام الشورط أن أول شيء أن تكون رؤية واضحة الاستثمار في الاستثمار في الاستثمار وأن هذا الأمر قد بدأه المغرب حين تحددنا على مخطط تنمية ساحل الأشياء والآن هناك عمليات من أجل تحديد الملك العام البحري من أجل نتوفر أول شيء على معطيات لأننا نجهله حتى هذا المجال البحري نجهله شيء أنما ليس الذين معطيات الحقيقية البنك الدولي تحدث على أن يجب أن تكون هناك عملية لإعداد تقييم حتى يجب أن تكون المغرب السماكية لإعداد تتمين وتقييم ما يمتلكه المغرب على الساحل إذن هذه الأشياء قد تسهمه في غضون 3 أو 4 سنوات في تكوين رؤية حقيقية ووضع أهداف ثم الانطلاق في العمل هناك مجموعة من النقاط التي أود تطرق إليها ما يسمى بلوندا من أجمو الخاص بالمدد هل يؤثر لأن يكون هذه اللازون يسمح لك ببناء كذلك اللازون الأخرى وماذا عن القواعد المتبعة هذه نقطة النقطة الثانية هل من نموذج لا بد أن نتابعه على سبيل المثال للحصر في العالم المتحدة تجد ميامي منتجعات سياحية من الطراز العالي التي أصبحت كونية يعني لا يوجد نجم في العالم إلا ولديه بناء هناك في تلك الأحياء التي وصلت فيها المنازل البحرية إلى أقام حيالية في أفريقيا لدينا لدينا كيبتون في جنوب أفريقيا تاب الماونتن والمحيط كما لدينا في طنجة يعني نفس الطبيعة ونفس التضاريس نطابق ولكن أعتدر هناك تجد منزل ديفيد بيكام بشكل مجاور أوبيرا وينفري ما بغيناش نعطو الأسماء كلها تجد سفينة عبارة عن مطعم سفينة تقليدية تحولت إلى مطعم ولكنها على الشاطئ اليوم قمنا ببعض المشاريع مارينا في طنجة مارينا في الدار البيضاء في تغزوت في تغزوت نواحي أقادير ولكن ما الشكل الذي منحناه لتلك المدن تماما ما هي المرافق ذات الجاذبية التي بإمكانها أن تجد بالمغربي ابن المدينة أو ابن الوطن ككل ولكنها ستجد بالأجنبي لأنها توافق مواصفات ومقييس عالمية يشاهد كما قلنا في ميامي ويشاهد في مناطق أخرى من العالم هل نحتاج اليوم إلى نموذج وهل نحتاج إلى أن تلك الهيئات والمجالس المهلية أن ترسم لنا تصميما يسمح بأن يكون هناك اقتصاد أزرق في مجال السياحة قطاع العقار رافعة للاقتصاد الوطني لأن يكون ذلك استثناءات وهوامش وبعض الشركات التي تقتحم هذا المجال لا أكثر صحيح أنا أعتقد أن اليوم مشكلة عندنا مثلا في مقارنة مع جارينا الإسباني اللي هو متقدم علينا كل ما تعلق بالسياحة وعندنا مشكلة كبيرة في العرض السياحي المتعلق بالسواحي اليوم صحيح أن المغرب قام بمجهودات لي جبارة ومتقدم على محطة السعيدية ومتقدم على محطة التغازوت ولكن هذه المؤسسات الفندقية التي تتمكنها هي مؤسسة مستقلة بذاتها هذا هو المشكلة لكي المشكلة لكي هو أن أنا أتكلم عن تغازوت أنا كمشي لها بزيف ومشكلة لكي مثلا محطة التغازو هو أن كين محطة فندقية كين واحدة ثمنية أو ثلاثة محطة فندقية ولكن لا يوجد شيء كامل بهذه المحطات بمقارنة مثلا مثلا محطة التغازوت مع مثلا شرام الشيخ أو مثلا مع الغردقة قطاع كبير لماذا؟ لأن شرام الشيخ أو مثلا في الغردقة يوفرون لك العرض السياحي أو متعلق بالفندق أو متعلق بالحفلات الليلية أو متعلق بالصهرات وكذلك كل ما يتعلق بالرحلات السياحية وأمور اللي هي مجربة كمتعلق مثلا بالجيتسكية مثلا بالرحلات مثلا بجموعة من الأمور اليوم ما كنتم مثلا مثلا تغازوت مثلا مثلا السعيدية كتمشي ولكن كتمقى رهي المؤسرة فندقية ديرك لا يوجد أحد المكمل لا يوجد أحد الناس يشتغل هذه أمور خاصة المغربي أن يجو تتحدث عن بيئة فعلا سياحية مكتملة مكتملة إضافة إلى الغرفة بإضافة إلى أمور أخرى موقعش ستجيب لي فندق من فئات خمس نجوم وتبعوا لي وهذا الفندق بمعزل حتى المحيط حواليه صحراء قاحلة يعني تتحدث عن تغازو تماما ما هو المنظر التي تشاهده مقابلة من أحد الفنادق مثلا التي تأتي في القمم الشاهقة في الجهة مقابلة للشاطئ لا شيء لا شيء تراب أصفر لا شيء وهذا بمقابلة مع أنطاليا في تركيا مثلا مع شرام الشيخ مثلا في تونس أو مثلا مع تونس قبل واحد سنوات قليلة الماضية كان فرق كبير اليوم عندنا عرض سيحي ولكن عرض محدود في إمكانيتي وأكثر من ذلك اليوم من العيب من العار أن المغرب يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحيب وما عندناش رحلات بحرية كروازيا لكروازيا لا كروازيا لا على المستوى البحرية لا على المستوى الدول لدينا بعض الاستثناءات بعض البواخر العملاقة يختار الدار بيضاء كما حط وقف اليوم القنجة أو أقادير وكما يأتي يأتي موسمي كنشوفو هذه البواخرية العملاقة من أن توقف في الدار بيضاء أو في طنجة أو في أقادير لبدة 8 ساعات أو عارض الساعات قد تخلق وحد دينامية المكيم مع النشطة على مستوى لا أعتقد أن هناك كانت هناك شركة مثلا كما يحدث في مصر على ضفاف النيل تخيل معي أن مصر عندهم غير غير النيل وحنا لعنهم البحر الأحمر وكل كوازياء ومغالبين على النيل أغلبهم على النيل لهذا السفن السححة السياحية التي تكون عبارة عن مطاعم وعبارة عن فنادخ متنقلة يعني لماذا مثلا لا تكون لدينا في المملكة المغربية حيننا نتحدث عن الشواطئ على سبيل المثال الحصر يكون هناك سماح مثلا في إسبانيا وفي دول عدة في أوروبا الشرقية حتى تجد المدينة السواحل كلها ممتلئة لن أقول عمران ولكن أقول مرافق سياحية مطاعم فاستفود إلى غير ذلك صحيح لا أستطيع المثال كل كورنيش كل مطاعم كل حفا في أوكرانيا في كرواتيا مدن مدينة قائمة بحد ذاتها تجدها ممتلئة من رأس المدينة لساسها كما كنقول وكين المرافق السياحية عليش اليوم نحن نجد الشواطئ لا تجد حتى كما يضع الإسبان مثلا ذلك الصعفات النخيل وكيردوها ببرسول بمنظر جميل جدا وكتلقى مكان مواجه لك وذلك السردين دي المغرب كتكله بجوش أورو ونص أقل شوية كتشوية قدامك ذلك شي بسيط سامبل ما فيه لا تكنولوجيا حديثة ولا كاتخ دي ولا كاتخ ما معرفنا شي دونك أمور بسيطة التي بإمكانك أن تنظمها كهيئات سياحية كهيئات لها على علاقة بالعقار كمثاق استثمار جديد مثلا بدخول يعني هذا العالم الجديد لأنه بكل صراحة الساعة حين يأتيك صدقني يا صديقي كيرود البل تفاصيل التفاصيل أكيد وهذه مهمة عشت مغربة كيمشو إسبانيو كيمشو طوكي أظن أن أستاذ نوفل كما قلت قرون من الإعراض عن شأن البحر تولدت عنها ثقافة ثقافة معرضة عن البحر وعن شأن البحر سواء لدى المسؤولين أو لدى المستثمرين أو لدى العموم المواطنين واليوم أجيب أن نتصالح مع البحر لأنه لا مفر لنا من هذا البحر هذا البحر هو الحل كما قلنا لمعظم المعضلات وعضلات الإشكالية الاقتصادية في المغرب ترتين في بيت شاري يا بحر يا واهبة المحاري وردها نعم وبالتالي أظن أن نفتدئ من التصالح والتصالح سيمر أيضا عبر هذه السياسات العمومية وعبر هذه الرؤية نعم مدن الآن حينما يسندوا تسير إلى المدن إلى أحزاب هذه الأحزاب تختازل هذه التقافة المتأتية من المواطن ومن هذه الخلفية الاجتماعية مع مركزية القرار أو لا مركزية القرار فيما يخص اقتصاد الأزرق في هذا الشكل المتعلق بالسياحة لا مركزية لا مركزية لا مركزية لأن لكل جهة خصوصيتها ولا يمكن تدبير الشأن الاقتصادي في بعده الأزرق في مدنية تنجة كما هو في الداخل لأن الأولويات تختلف الداخل هي سياحية وسوف تبحث عن تحليل وتخشان تصبح تفويتات لمصالح ولغاية إذن هنا الدولة تأتي ما طبيعة حضور المركز المركز يراقب يختت استراتيجيا ينظم العلاقة بين مختلف الفاعلين هذا هو الدور ومن أخطأ يعاقب من أخطأ يعاقب اليوم يجب أن نصهر على هذا التصالح وأن نصهر على مصالحات المغاربة مع البحر لا سواء من ناحية الأنشيطة السياحية لمن ناحية الفلاحة راقلنا بأن حتى تركوز السكن على السحل المغرب يراوح حديث في المغرب نيسبيين رأنا تحدثوا عن فترة الحماية أما قبل ذلك فالمدن الموانئ ولمدن المرسي قليلة جدتنا في المغرب باستثناء التغور التي أنشئت على أهد البرتغال المزاقان أو التي عمرها بعض الإسبان أو هذه الأشياء لأن دائما احتفت تقفتنا تقفتنا البحر كنا نسمي ماذا كنا نسمي الموحيط الأطلسي بحر الظلمات ماذا كنا نخاف من البحر حين أتى عقب ابن نافع إلى المغرب ووقف بحصانه في الأسطورة المشهورة ووقف في حدود البحر وقال لو كنت أعلم ما يسر لأخذت البحر ولماذا لا تخذ لأن ليس لديك تقافة بحرية لأن هذه الأشياء هي تقافتنا نحن تقافة جبلية تقافة الصحراء هذا شيء عادي نفتخر به هذا مقوي ودغينا للتقافة المغربية ولكن يجب الاهتمام بهذا البعد وإن كنت تتحدث أن الثقافة فيها خصاص على مستوى البحر بالنسبة للمغرب كما أدرك بمجتمعات عربية أخرى لازال المغرب بجواره الأوروبي متطور ويعلم أن هناك بالفعل لا أقول حياة بحرية لك أنات بحرية ولكن أن هناك حياة بجانب البحر وخلق المغرب حياة بجانب البحر وكان مكانا للتنزه مكانا للمسات إبداعية لفنانين وأدباء وشعراء وأمور غير ذلك قد يكون قاطرة للاقتصاد الأزرق ما نتحدث عنه اليوم في مجال السياحة في دولة يعني قطاع السياحة فيها جزء هام من النسيج الاقتصادي جزء كبير من الساكن التي تتعمل فيه وهناك مهان مقترنة ومرتبطة به هي الأخرى وإن كانت تدخل في إطار الاقتصاد غير المهيكل ولكنها أيضا ذات جدوى اقتصادية وتشغل وتستاهم في العملة الصعبة التي نبحث عنها ما الإطار؟ إطار مركزي استراتيجية وطنية قد تكون في هذا المجال تأخذ نموذج نستقي منه بعد التجارب ونأخذ ما ينطبق مع النموذج المغربي ونترك ما يتبقى من ذلك مما يشك أن قطاع السياحي في المغرب هو يساهم بأكثر من 12% من الداخل الخام هذه النسبة ممكن تطلعوها 20% بكل سهولة لأن المغرب يتوفر على مجموعة من الإمكانيات اليوم لدينا مشكل في العرض السياحي لخص نمشي فيه لدينا مشكل في الاستثمارات في الاتجاه هذا لدينا أمر آخر المهم وهذا لفتناني الانتباه كل ما يتعلق بجائحة كورونا حيث اليوم نرى أن السياحة الداخلية هي السياحة مهمة أكثر من ذلك أن اليوم مركزية القرار خاصة تكون كما قلنا الرؤية الأستراتيجية تكون على المستوى المركزي ولكن لكل خصوصية مثلا الموعدة السعيدية التي هي منطقة التي هي شبه صحراوية غنقار ومثلا بالتغاذج أو بشمال المملكة كل منطقة تكون عندها مدقالية تكون عندها مدقالية عندها خصوصية دلها نرى في اتجاه ويكون عندنا تنوع ويكون تكامل في العرض السياحي دينا لأن هذه الأمور هي ممكن تشيل الأمام لأننا نخلق مجموعة مفواز للتروى مجموعة مفواز للشغل يمكن أن تشيل الأمام أنا أعتقد بأن قتال أزرق اليوم هذا القرار للبنك الدولي هو كبداية اسم مرحلة جديدة ممكن وجائحة اقتصادية أيضا ولكن لا زال محافظا على نمو أيضا في ذات الإطار حين نقول بأن السائح المغربي السياحة الداخلية لا تسبو إلى مستوى التطلعات لم تصل إلى حتى نصف السياحة الأجنبية في من داخلها ولكن نجد المغاربة يتهافتون على مثلا المدن الشمال كطنجا وتطوان كبونيغرو وغيرها ولكن في ذات الإطار يصبح الطلب أكثر من العرض فترتفع الأسعار وتصبح خيالية للشقاق الفندقية أو للمرافق السياحية الأخرى فإذا هناك إقبال هناك قدرة شرائية وهناك مستهلك واستثمر له عليش دي مطرق اللي كده البحر يطرق اللي ما فيها لا إسفلت لا المقابر تطلع على البحر يعني لا بكل شراحة البنى التحتية وهنا قد لا أتفق معكم لا مركزية الاستثمار في هذا المجال بل هنا سنقول بأنه الدولة عليها أن تتدخل وأن ترسم مصطرة قانونية وخطة استراتيجية بأن كل المرافق المؤدية إلى البحر أو إلى هذا الاقتصاد الأزرق عليها أن تكون مهيئة من حيث البنى التحتية أكيد تحدث عن مسألة التهية أظن أن هناك مجمع الإجراءات المحمودة في التجاه مثلا إعادة ترسيم وتحديد الملك البحرية هناك محاولة الآن إزاحة تعدد وليس حتى بناء شويا هناك مجمع من الفيلات الملك العمومية والمحلات التجارية وأظن أن هذه معركة تخاض اليوم بشكل يومي على مستوى تحرير الملك العام البحرية وتحديده وعيدة تثمينه إذن اليوم نحن بحاجة إلى رؤية واضحة على مستوى كل جهة وعلى مستوى كل مدينة أن تكون برامج التهيئة تراعي هذا البعد وتراعي انفتاح المدن المغربية على البحر وكأنها مدينة داخلية حسنت الأمور بشكل كبير بشكل كبير لا مارينة أبيراقراف أكيد الكورنيش كذلك شكرا لك دكتور شكرا لك سي محمد شكرا لكم على هذا النقاش الشيق صراحة في مجال اقتصادي هام وكما قلنا أصبح يحظى بأولوية في عدد كبير من البلدان التي تصبوا للنمو للتطور والازدهار شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدين الكلام على حسن وطيب المتابعة لكم أجمل تحية وإلى اللقاء